اشتركوا في القناة اعادة هذا البناء هو التعليم والاهتمام بالتعليم الدولة الفترة الاخيرة اهتمت بشكل كبير بالتعليم في اكثر من مجال او اكثر من محور اسمحونا نتناقش في هذا الموضوع مع استاذ دكتور حسام المندوه الاستاذ بكلية طب الفم والاسنان وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك منوارنا النهاردة والحقيقة يعني التعليم اخذ مننا وقت طويل جدا على فترات طويلة ومرات نلغي سنوات ومرات يكون نرجع هذه السنة مرة تانية نتفق ونختلف يتغير النظام بتغير وزير التعليم هذا الكلام كله الحقيقة اصبح في خبر كان النهاردة عندنا استراتيجية للدولة لا تتغير بتغير شخص وانما يعني بيتم الاتفاق على هذه الاستراتيجية بشكل تكاملي وننفذها احيانا فيه بيكون مقاومة للتغيير واحيانا يعني بيرحب البعض بها اين نحن الآن من هذه الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم اولا انا بشكر حضرتك على الحوار في موضوع مهم زي بناء الشخصية المصرية اللي هو بتبدأ حقيقة بالتعليم بتدأ بالمدرسة ازاي احنا نتوقع ان يكون عندنا مواطن مصري بعد 12 سنة اتخرج من المدرسة بمعايير مختلفة ومفاهيم مختلفة وشخصية مختلفة بعد كده يتعمل له مصار جامعي بحيث نكمل على ما تم تمهيد له في الايام الدراسية عشان يخرج بعد كده مناسل بسوء العمل بما يتواكب مع الجمهور الجديدة او المستقبل اللي احنا مقبلين عليه هو طبعا احنا حاليا دلوقتي احنا فين سؤال حضرتك احنا في نص البحر دلوقتي احنا في نص احنا في مرحلة تطبيق استراتيجيات تطوير اهتمت بالفعل وبنطبقها حاليا وبنعالج اوجه القصور فيها ودي نقطة مهمة جديد لازم ناس تبقى عرفاها ان في المؤتمر الشباب اللي اعلن فيه الوزير طارق شوقي خط التطوير التعليم امام رئيس الجمهورية حرفيا سيد ريس قال الجمهور دي قالوا احنا في مشورنا في تطوير التعليم هيقابلنا بعض المطبات فلازم دائما وابدا نصح المصار احنا حاليا في مرحلة تصحيح المصارات اللي بتتم بنطور بنغير من المناهج بنضرب معلمين لكن مش كله على ما يرام في حاجات محتاجة تتزبط اكتر انا ليس سألت حضرتك هذا السؤال لانه الحقيقة بيقاص يعني تقدم الدول عن طريق التعليم مؤشر من المؤشرات هنلاقي انه ثقافة الشعب في الشارع نفسه تتغير وترتقي او يعني تتأخر وتتخلف على حسب يعني مقدار التعليم فيها يعني هنشوف ان احنا في وقت من الاوقات الحقيقة كانت مصر منارة للتعليم للعالم كله وكان فيه من كل انحاء الدنيا الناس تأتي لجامعاتنا المصرية هنلاقي ان اللي كان بيتخرج يعني في اجدادنا اللي كان يتخرج من مدرسة مصرية وقتها التوجهية كان عنده ثقافة كبيرة وعلم ولغة سواء اللغة العربية او اللغة التانية اللي بيتعلمها انجليزية او فرنسية على اعلى مستوى النهاردة ممكن مدارس انترناشنال بيتخرج منها الطلاب ليسوا على نفس المستوى اللي اجدتهم تخرجوا من المدارس الحكومية في وقتها الفجوة دي هل ممكن ان تسد في يوم ما هل ممكن ان نشوف مدارسنا مرة تانية بهذه القوة سواء كانت انا هنا بتكلم على النظام بكل اشكاله يعني ما بتكلمش على حضانة على مرم معين من المدارس ما مصبوط هل ده ممكن نشوفه بالفعل هو ده ما نسعى اليه حاليا وما تسعى اليه الدولة المصرية حاليا ولكن هناك تحديات عديدة حقيقة اهمها والتحديات دي يعني خلاص تراكمت على بعض اثناء طولة السنين صحيح السابقة اهمها التزايد السكاني اللي موجودين فيه اهمها عادة موجود اعداد كافية من المدارس اهمها المعلم وبرضو عايزين نقول لزمولانا المعلمين ان انتوا بتشتغلوا مهنة تلي مهنة الانبياء فلازم نضرب نفسنا كويس لازم ننمي نفسنا كويس لازم نهتم باداءنا كويس والتقدير المادي مش عايزيني يكون هو المعطر لنا اهمها ان الاسرة المصرية برضو محتاجة تستوعب بالضبط ايه اللي احنا بنطور فيه عشان تساعد معانا وتبقى عجلة دافعة لهذا التطوير ما تبقاش مقاوم لهذا التطوير اهمها ان احنا لسه بدئين نطور فترة زمنية قريبة هل في مقاومة لهذا التطوير لا فيش شك واي تغيير في مقاومة على فكرة وعشان دائما نقول نقلل من هذه المقاومة محتاجين نشرك جميع الاطراف في افكارنا يبقى فيه توعيا من هنا برضو بنقول ان جميع اطياف المجتمع لازم عندها وعي بما يتم في تطوير التعليم حاليا لان مهمة التعليم حقيقي مش مهمة حكومة فقط هي مهمة مجتمع باكمله مش مهمة وزارة التربية والتعليم مهمة وزارات متدخلة مع بعض ومجتمع مدني برضو مدعم ليهم فهنا نيجي نشوف عناصر عملية التعليمية اللي هو الطالب والمدرسة والمعلم وولي الامر هل هو ولي الامر حاليا بيزوء معنا في التطوير لا مش قوي لنخايف على ابنه برضو شايف منهج ربعة اللي هو الصعب المعلومات الصعبة اللي فيه ومنهج الصعبة اللي فيه ان هيعرفها ازاي لما نطمنه ونعرفه ابنك في السنة دي يعرف هيستوع منه جزء السنة اللي بعدها هيستوع جزء اخر وده حقيقي برضو بدأ بيه الدكتورة ده حجازي حاليا اول مجيل وزارة بدأ يتكلم مع الناس مخالي منصات متعددة عشان يوضح لجميع الاطراف احنا بنعمل ايه فنعرف مع بعض كلنا نشارخ فيه ونقيس مع بعض اثر هذا التطوير لاحقا فاحنا ان شاء الله هنصل ان شاء الله في يوم الايام للي حركة تقول عليه دوت من النهاردة عندنا مشكلة الزيادة السكانية زي ما حضرتك تفضلت وقلت هي بتأكل التنمية او نقدر نقول ان هي بتأكل المحاولات الكثيرة يعني كنا في فترة بنشوف مدارس مسائية لمواكبة العدد النهاردة بقى عندنا افتتاح مدارس جديدة عندنا اهتمام بالتعليم الفني ودي اعتقد نقطة مهمة جدا على طريق تطوير التعليم في مصر لان احنا دولة فيها ايدي عاملة دولة حرفية يعني مش شايفة انه كان يصح قوي ان احنا نجهل هذا الموضوع وان احنا عندنا بعض التغيرات اللي محتاجين نثقف فيها السادة المواطنين ونثقف انفسنا في اعادة بعض المصطلحات الخطئة يعني كليات القمة لما كل العالم المصريين كانوا يعني دكاترا ومهنسين ومحاميين اصبح عندنا طاقات معطلة على المقاهي لا تستطيع العمل ولا تستطيع الانتاج وهنا انا بخاف جدا لانه فيه فترة زمنية كده معينة للشاب او للفتاة بتبقى بتسمى بالعنفوان اللي يقدر يخرج احسن ما عنده لو اخد على هذا العطل اذا جاز التعبير بتبقى مشكلة كبيرة وبياخد وقت اطول على ما يكتشف نفسه ازاي احنا النهاردة نكتشف قدرات اولادنا ونوجههم صح ويبقى عندنا مش كليات القمة الكليات اللي تتناسب مع قدرات كل فرض لانه ربنا خلقنا سبحانه وتعالى مختلفين صحيح ازاي بتشوفوا هذا الموضوع في اثناء وضعكم لقوانين التعليم الجديد هو طبعا مصطلح كليات القمة ومصطلح وضع من الناس صحيح ملكوش دخل فيه ليس هناك هاجهة بتقول ده كليات القمة وعلى فكرة الفترة اللي جاية دي هتشهت تغييرات في كليات القمة لان سوء العمل هيجبرنا على تغيير الجامعات والكليات اللي احنا بنتقدم لها ويمكن هاي حاليا بالنسبة للقوانين يعني احنا قانونة 70 لعام 2019 ده القانون اللي تم انشاء الجامعات التكنولوجية على اساسه فاحنا بنتكلم هنا على اعداد حاليا وانشاء انماط مختلفة من الجامعات وانماط مختلفة من المدارس تؤهل الى سوق العمل هو هنا بقى المهم جدا طب انا عشان هتأهل لسوق العمل حاليا بنعمل او بتعمل دراسات عديدة بتقول والله المرحلة المستقبلية اللي احنا مقدمين ومقبلين عليها بتحتاج مننا تخصصات غير تقليدية تخصصات مرتبطة نوعا ما بالتكنولوجيا تخصصات مرتبطة نوعا ما بالتنمية المستدامة اللي تتعامل حاليا فاحنا بنشوف ايه المناطق التنمية اللي موجودة عندنا في مصر وعندنا مناطق متعددة وفي كل منطقة موجودة يواكب هنا مثلا تنمية زراعية يبقى لازم الجامعة تخدم هذا هذه التنمية في القطاع الاخر تنمية صناعية لازم ننشئ جامعات تخدم برضو هذا القطاع فبنلاقي ان مثلا على سبيل والنقطة دي نقطة مهمة جدا لو تحول التعليم او سمى التعليم الفني لتعليم تكنولوجيا ده مهمة جدا بتملي فراغ به فعلا ما كانش موجود قبل كده يخلينا نقول بنخرج مؤهلين عشان يواكبوا ما يتم من تطوير في السك الحديد مثلا دعونا تخصص للسك الحديد بنخرج خرجين مؤهلين للتعامل مع الطاقة المتجددة لان دي كلها المواطة التنمية المستدامة اللي احنا حاليا بنشتغل فيها لما سمى على سبيل المسال احنا نكون قريبا في المجلس كنا بنناقش الاتفاقية بتاعة الهدروجين الأخضر طب ما انا محتاج عندي هنا في مصر طاقات وحرفيين بقى ومهندسين يعملوا في هذا المجال الجديد بتاع الطاقة النظيفة يبقى احنا حطينا نوع من الجامعات تؤهل بقى للمجال دوت بس هنا محتاجين برضو رسالة بقى من الإعلام لكل المواطنين محتاجين بالفعل نغير ثقافتنا ان الفني اللي طالع ده ده انسان كويس يجب ان لا ننظر له بشكل تغيير الصورة الذهنية بقى طبعا لانه احنا بنشوف في ألمانيا مثلا او في دول اوروبية وخصوصا في ألمانيا انه هذا الفني يعني بنتمي لطبقة رقية يتعامل معاملة سليمة وسوية ما حدش بيرفض يزوجوا بنته علشان كذا او كذا فاحنا محتاجين تغيير مجتمعي هذا السلوك اللي احنا محتاجين نغيره طبعا تغيير الثقافات مش بالسهل او لا بياخد طبعا ولكن حركة عليك دور احنا علينا دور الدراما والميديا عليها دور كبير جدا لكن هنا عاز بقى طبعا من الناس طب احنا طب الدولة بتعمل ايه عشان تغير الشكل ده لما نعمل زيارة حالين لجامعات تكنولوجية الشكل مختلف تماما تبتدرسي في جامعة وتضاهي الجامعات الاجنبية فبالتالي انا كمتعلم بقى موجود داخل هذه الجامعة شايف المباني والمعدات والتجهيزات وكل الكلام ده شايف اللغة بتاع المعلم اللي بيعلمها اللغة تعتقده عاملة ازاي في القاهرة الجديدة ووجدنا ان المتعلم من اول ما بنكلمه ازاي لابس البوتو الابيض بتاعه ازاي بيحافظ على نظافته ازاي بيحافظ على طريقته في الكلام هنا ما يوسنا بالبروفيشناليزم او الاحترافية ازاي نخرجه محترف ازاي نخرجه بسلوك مختلف فيؤثر في اللي بتلقى من الخدمة فيقول اه لله لحنا نشوفنا حليا فنيين بمواصفات مختلفة صحيح خصوصا واحنا دولة بتنشد الحقيقة يعني تنمية اقتصادية كبيرة استثمار اجنبي تحتاج الى يعني عاملين في هذه المجالات المختلفة فمهم ان احنا يكون عندنا فنيين مدربين على اعلى مستوى اسمحونا نطلع لهذا التقرير ونعود لحضراتكم على طول شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الانجازات المتميزة في مختلف القطاعات خلال عام 2022 في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتطوير وتحديث منظومة التعليم العالي ورفع الاداء الخدمي ومواكبة التطور المتلاحق الذي يشهده العالم وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكانة الاختبارات الالكترونية والمستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الالكترونية التي تعتمد على التعليم عن بعد والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا بالنسبة طبعا لاتجاه الدولة في إنشاء جامعات حديثة وجامعات أهلية ده شيء جميل جدا حيث أن هذه الجامعات بتواكب التطور العلمي الموجود في مصر وفيها طبعا إمكانيات أحسن من الجامعات الحكومية تطوير التعليم بطريقة أكترونية في شيء جميل جدا أونلاين مع تطوير داخل الجامعات من الدكاترة وكل عامية جامعة النهاردة احنا منشوف دولاف في الجامعة في تطوير عن زمان لا التعليم الجامعي طبعا أنا عارف أنه في حاجات كتير وتطورات أكتر من اللي فاتت بكتير بالنسبة للجامعات الجديدة اللي هي التكنولوجية هي اللي لها المستقبل حاليا بنعود لحضراتكم مرة تانية والحقيقة دايما بحب أركز على هذه الكلمة إذا لم نتقدم نتقادم وإنه العصر سريع لو كنا بنقول على العصر اللي فات عصر السرعة فالعصر اللي احنا فيه أسرع وأسرع ويعني اللي مش هيلحق مش هيبكون له مكان مهم عملية التطوير مهم أن احنا نكون متابعين جيدين لأنه دكتور حسام يعني الفترة اللي جاية في مهن ممكن أن تندثر تماما ومهن تستحدث فاعتقد أنه الجامعات التكنولوجية يعني بتحدث طفرة لسد هذه الفجوة بدل ما هيبقى عندنا يعني درجات تعليمية تقليدية سوق العمل ممكن ما يكونش محتاجها إلى حد كبير الشاطر اللي هيعرف يستفيد من قدراته ويعرف أنه يتقدم بشكل سريع حتى لا يتقدم زي ما قلت في البداية كيف ترى هذه النقطة؟ فبس تأكيد على كلام حضرتك إن حالين برضو المتعلم بقى أو اللي مش عايز أقولي الشاب الصغير ده اللي لسه هيبقى خريج بعد شوية بقى عنده برضو قدرة على البحث داتي على الكمبيوتر وعى الانترنت بيشوف هو المستقبل رايح فيه حقيقة أقوى عنصر في عمليات تعليمية أنا أقول دائما هو المتعلم أقوى عنصر ده اللي إحنا محتاجين نشيل بس شوية طرابة بس طرابة كده خلص كده من عليه وهو هتلاقيه بيبدع وينطلق لوحده يعني ولكن الجامعات التكنولوجية حاليا فيها شريك أساسي موجود هو الشريك الصناعي بتاعنا يعني هتلاقي من أول دخول الطالب جوا الجامعة عارف أنه فيه مؤسسة صناعية شريكة تعليمية في هذا المكان يعني إيش شريكة تعليمية؟ يعني بتحط البرنامج الدراسي أنا عايزة الخريج دوة مؤهله واحد اتنين ثلاثة ده اللي مناسب لسوق العمل عندي ده اللي مناسب للصناع عندي أو مناسب للزراع عندي فبالتالي كده بنضمن أن الخريج مواصفاته مناسبة لسوق العمل ده خريج هيشتغل أسرع ما كلنا يشتغلنا فبالتالي المستقبل قادم زي برضو شفنا في التقرير المستقبل فاما في جماعات تكنولوجية محتاجين بس إحنا نطمن الناس ونقول للناس أن نخريج جماعات تكنولوجية هيبليه مكان كويس جدا ومرموق في المجتمع دعنا من ثقافة أنه لازم يخش طبه وهندسة مش نحن نقول حاجة لطبه وهندسة ولكن هناك برامج دراسية أخرى وجماعات أخرى هتنافس هذه الكليات خليني أقول أن كل واحد يختار اللي بيتناسب مع شخصيته ومع قدراته ومش توريث المهن زي ما بنشوف خلينا نروح بقى لأنا حكي قلت نقطة يعني لفتت نظري إلى حد كبير أنه المتعلم أو الطالب يحتاج بعض تنفيذ التراب عشان يبدع خلينا نقول أن الطالب ده حصيلة حضانة ابتدائي إعداد ثانوي النهاردة في معضلتين خلينا نتكلم فيهم رابعة وخمسة ناس مش فهماهم قوي في هلع الثانوية العامة إلى الآن نسمع عنه طول العمر وعيشناه ونتعيش من جديد مع أولادنا إزدائي حضرتك بتشوف هذه المعضلتين رابعة وخمسة وتقييم الثانوية العامة رابعة وخمسة خلت مننا العام الماضي في المجلس يعني صورات وجوالات حقيقية صحيح وسح حتى كنا بنطلق عليها رابعة رابعة طب مش رابعة ابتدائي رابعة طب طبعا رابعة وخمسة ليه هي مش كاف رابعة وخمسة لأنه محيط لهم جم بعد الكورونا فبعد الكورونا ما نقدرش نقول أنه كان المساري التعليمي ماشي في السياق بتاع الطبيعي أثناء الكورونا كان في تحديات طبعا كثيرة جدا كلنا عشناها فبالتالي احنا مرة واحدة بعد الكورونا خرجنا على تطوير في منهج رابعة اللي هو لما نبص على تطوير هذا المحتوى التعليمي أكثر من رائع تطوير يخلي الطالب بتاعنا نكبر مدركه يبقى عنده قدرات على الاستنتاج والاستنباط والتعرف على المعلومة والبحثة على المعلومة وربط المعلومة بالواقع اللي بيعيشه دي كلها مهارات احنا كنا محتاجين فعلا ولادنا يتاسموا بيها ولكن تطوير رابع ابتدائي لم يواكبه تطوير للمدرب اللي هيدرس هذا المنهج لم يواكبه تفصيلة العام الدراسي كفترة زمنية معينة فالأمور دي كلها كان لنا في العام السابق على فكرة بدأت العام الحالي تتظبط وتتنظم لم يواكبه اننا عرفوا ليه الأمر احنا واخدين ابنك وراحين بيه على فين هراحين على مشكلة كبيرة وراحين على ابن او متعلم مختلف التفكير ومختلف المنهجية بتاعته احنا طلبنا مؤخرا من الوزارة ان تدينا قياس لأثر تطوير رابع ابتدائي على العام الماضي النتاج اخبارها ايه عملت ايه انا بقيس طبعا كل واحد مننا بقيس على المستوى اللي هو قاعد فيه او بيشوفه فانحيه شفت ان الطالب تغيرت ملامحه تماما الولد اللي داخل رابع ابتدائي واتخرج منها بدأ يتكلم معها بشكل مختلف شوية يبقى ده لما نخلص خمسة وستة وانطور لغاية من نصف صنوية عامة لا ده منتج هيختلف تماما احنا حاليا في الحالة التحديات خلينا تخطي هذه التحيات التحديات بوجود معلم متدرب عليها بوجود فترة زمنية مناسبة لهذا المنهج الحديث بوجود ولي أمر داعم للعملية التعليمية دي ومجتمع بأكمله داعم لهذا التطوير لا المخرج هيبقى كويس جدا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعود إلى الوراء لا يمكن زي وحناك قلت التطوير حاليا مش سياسة وزير سياسة دولة فخلاص الموضوع قطع يعني ما فيش فيه ما فيش فيه احتمالات أن نحن نرجع لوراء ولكن نصوغ بالخطأ دائما يعني ان شاء الله دا قريب جدا هيحسن يبقى فيه متابعة دائمة لما يحدث وقياص الأثر سحيح دائما اسمح لي نطلع لهذا التقرير ونعود مشاهدين الكرام وجهت وزارة التعليم العالي ضمن موازنتها للسنة المالية الحالية 2022-2023 نحو 5 مليارات جنيه لقطاع البحث العلمي منها 2.9 مليار جنيه للمشروعات البحثية والخدمية وذلك وفقا لما ذكرته الوزارة في تقريرها الصادر والموجه لمجلس النواب وقد بدلت الدولة جهودا في مجال البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة والتي تقدمت خلالها مصرف العديد من المؤشرات العالمية ومن أبرزها مؤشر المعرفة العالمي والذي تقدمت فيه الدولة 19 مركزا حيث حصلت على المركز الثالث والخمسين على مستوى 154 دولة عام 2021 مقارنة بعام 2020 البحث العلمي ده يعني معتبر من أهم المجالات اللي أي دولة عايزة تقدم لازم تهتم بيه مثال على كده الصين الصين من كم سنة قدرت أنها لما اهتمت بالبحث العلمي قدرت أنها تصنع طيارات المقاتلة اللي أمريكا نفسها كبت تصنعها ياريت يهتموا أكتر وياريت يعني يتابعوا الأجيال اللي هي في مراحلة ابتدائية اللي اعدادية والبحث العلمي وينموه في خلال المكاتب والأنشطة المدرسية وبيعملوا عنه حياتي يعني ايه بيدي مهارك أكتر للشباب اللي هم بيعندهم فكر أكتر وثقافة أكتر ودي حقيقة مفروض نهتم بها أكتر عندنا مشاهدين الكرام عودنا لحضراتكم والمنظومة التعليمية بعنصرها بتؤثر فينا إلى ملا نهاية يعني مين فينا مهما كان عمره مش فاكر معلم أو اتنين أثروا فيه مين مش فاكر مدرسته والكامبس أو المبنى الخاص بمدرسته الابتدائية أو حتى الثانوية دايما بتعلق في الذاكرة الحقيقة وتؤثر فينا بشكل كبير ومهم والمنطقة اللي تعلمنا فيها بتؤثر فينا حتى لو رحنا الولايات المتحدة أو العكس كيف ترى المدرسة النموذجية من وكهة نظرك وإحنا كان لنا الحقيقة دراما في هذا الموضوع أفلام يعني ضمير قبل حكمة من المسلسلات اللي تناولت العملية التعليمية بشكل مهم كيف ترى المدرسة النموذجية في هذا العصر في عشرين تلاتة وعشرين باختصار شديد جدا احنا الهداف أي مستسل تعلمية أو أعماليتها ثلاث أعمدة المعارف والمهارات والقيم والأخلاقيات ده حشان كيف يسميها تربية وتعليم المعارف يجب أن نتعامل مع الطالب مش بالشكل القضيي نتعامل مع الطالب بشكل مختلف زي ما قولنا الحلقة ده أقوى عنصف العملية التعليمية وأنا استخدم هذه الآلة الخطيرة جدا اللي هي التكنولوجيا في غرس هذه المعارف للطالب المهارات إن احنا نبدأ نشتغل مع الطلاب بمشاريع طلابية الولد لازم ينتج شيء أثناء تعلمه وبهذا الانتاج ده اسمه تعلم عن طريق العمل learning by doing أو تعلم من خلال العمل وأنا بنتج شيء بخوض تجارب عديدة جدا فبدأ أستخدم الرواضات اللي لتعلمتها العلم اللي تعلمتها الإنجليز اللي تعلمته الوغة عربية اللي تعلمتها انتج لي شيء واخنعني بهذا الشيء اللي انت أنتجته الحاجة التالتة اللي هي المهم جدا المفروض نخليها رقم واحد الوجدانيات أو الاتجاهات بتاعتنا اللي هم ارتبطت بالقيم الإنسانية اللي احنا بنغرسها في النفوس طلابنا اللي خليني باختصار أستخدم معارفي ومهاراتي في شيء جاد للوطن ولا أستخدمه لشيء ضد الوطن ده حسب وجداني وقيم اللي انت أثرت بيها من المعلم اللي حالك قلت بيأثر فينا لو اهتمينا بالتلات أعمدة الأساسية دي مع الطلاب باستخدام أنشطة في اليوم الدراسي بعمل بيئة صفية وبيئة مدرسية جاذبة يبقى الطفل لما نروحش المدرسة يزعل مش لما نروح المدرسة يزعل لا عقابه زي هيمنع بقى تسريب الطلاب التعليم هيمنع تسريب من ناحية واخننا هتعلم بشكل إيجابي من ناحية تانية وبس بحاجة أخيرة أعقب على التقرير الأخير برضو محتاجين نقول للناس هو المراكز البحثية فدتنا بإيه البحث دايما يا أستاذتنا لازم يحللي مشكلة في أي مجتمع أو يزودلي شيء أنا بنتجه إحنا على الفكرة حاليا عندنا أول جهاز تنفذ صناعي مصري تم إنتاجه واستخدامه في المستشفات المصرية بسبب المراكز البحثية وتعاونها مجالة ربعات تصنيع يبقى أنا بقول المركز البحثي مرتبط بقالية إنتاج فبننتج جهاز أنا دايما بقول أن البحث العلمي مرتبط حتى بحالة المواطن بحالة رغيف العيش في الشارع جودة رغيف العيش بحث العلمي جودة المال بنشربها بحث العلمي برضو بالمناسبة مدارس ستم هي مدارس المتفوقين لما تشوف مشاريع الطلاب هي الكابستون اللي بيشتغلوا عليه اللي هم بيشوفوا يعملوا مشاريع بحثية لعلاج تلوث الميال موجود مهم جدا 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 أربط بحثي بمشكلتي فحلها صحيح وزي ما فيه كده مراكز بحوث فالأم والأب هم أول مركز بحث لقدرات الطالب أو الطالبة عندهم في البيت اكتشفوا مواهب أولادكم وقفوا جنبهم لأنه ممكن يكون عندكم عالم ومش عارفين ممكن يكون عندكم فنان في مستوى راقي مش عارفين لاعب كرة يعني مجالات كتيرة جدا بتبدأ مع أطفالنا من الصغر لو اكتشفنا قدراتهم ولو كان فيه أم وعية وأب واعي بقدرات أولاده أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ دكتور حسام المندوها الأستاذ بكلية طب الفم والأسنان وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب أشكرك شكرا الأب والأم بالتعاون مع المدرسة طبعا أشكرك شكرا أشكرك مشاهدين الكرام دي كانت حلقتنا النهاردة بشكركم على حسن المتابعة ودائما وأبدا تحية مصر شكرا وإلى اللقاء